موسيقى شطرة هي بكل بساطة تقبل قراءتين قراءة الأولى هي جمع ديلة ثلاثة أسماء هي شاني الأفريقية أو سيبسحاريا يعني المواطنة من جنوب الصحراء الأفريقية طاليا وهي المواطنة المشرقية وربيعة هي المواطنة المغربية هذه الثلاثة اللي التقى في ملجأ في أوروبا وكل وحده القصة ديالها الوجه الثاني هو شطرة بالأمازيغية يعني كين هذا المصطلح المتداول هو السوق المتلاشية أو السوق البال أو السوق ذي الأشياء المستعملة فبالتالي تحتمل القراءتين والقراءتين يعني أن نعي حالات عليهم في العرض هو تركيب جديد ودراماتورجية يعني اشتغال دراماتورجي جديد على تركيب ثلاث قصص بثلاث لغات بثلاث أبعاد ولكن بمصير مشترك لأننا نتحدث عن المرأة المهاجئة دائما نتحدث عن معاناة المرأة في المجتمع نتحدث عن لعنف نتحدث عن مشاكل مرتبطة بما هو اقتصادي بما هو اجتماعي ولكن لا نتحدث عن المرأة التي تهاجر من أجل قضية موائية فبالتالي كانت الفكرة أن نجمع ثلاث نسوة بثلاث قضايات ثلاث انتظارات ثلاث يعني معاناة في يعني مشترك واحد يلتقين في ملجأ كل واحدة ولغتها كل واحدة وموطنها كل واحدة ومنطلقتها ولكن يكتشفنا في الأخير أن مشترك هنا واحد وأن قضية المرأة المهاجئة ليست قضية لغة ليست قضية حدود ولكن هي قضية قضايا مختلفة وإشياء أخرى فبالتالي هذه الأشياء هذه هي التي نكشف عليها النقاب في العرض منطلق مثلا للمرأة الإفريقية من جنوب الصحراء هي أنها ولدت من أبين أبيض في علاقة غير شرعية لا هي إفريقية ولا هي مثلا غربية الأفارقة لا يعترفون بها لأن لونها يختلف عن لونهم والبيض في الغرب لا يعترفون بها لأن لونها لا يشبه لون فهذه إشكال حقيقي الفتاة هذه هاجرت من أجل البحث عن أبيها عن هويتها فبالتالي تبحثوا عن هوية تبحثوا عن حضن أب يحتضنها أب الذي وقع في علاقة غير شرعية مع أمها وذهب وتركها في معاناة المرأة الثانية هي المرأة المشرقية الهاربة من زواج القاصرات التي زوجت غصبا عنها وهي طفلة لشخص كبير كانت تحب شابا في سنها بعد ذلك جراء ويلات الحرب جراء الصراعات القبلية والعشائرية هاربت فالتقت به في ملجأ بحبيبها في الطفولة فقرروا أن يهاجعوا إلى الضفة الأخرى من أجل البحث عن مستقبل جديد للأسف وهم في البحر يغرق خطيبها وحبيبها وهو ينقذها وتعيش بهذه المعاناة الثالثة هي المغربية امرأة أحبت شخصا وقعت معه في المحضور حملت منه تنصل من مسؤوليته وتركها لمصيرها وأردت أن تلده في أرض أخرى غير الأرض التي عانت فيها ولكن للأسف في رحلتها تجهد ويجهد أيضا حلمها ما مصيرهم هذا ما سنشاهده إن شاء الله في العطم شخصية اللي نقدم في هذا العمل شاة هراء هي شخصية شاني شاني هي بنت كيف نقوله ماتيس من أم أفريقيا وأب أوروبي جاء في مرحلة معينة تسبب في الحمل جل فايولا أم جل شاني وسمح فيها فبقاة فايولا كتحكي لبنتها وكتعطيها كتوصف لها الأب جل وشاني من خلال ذاك الوصف جل الأم كونت واحد صورة ذهنية للأب جلها وانطلقات في رحلة البحث أو رحلة الخلاص من ذاك العذاب النفسي جل شكول الأب جالي كيفاش تهير شنخصي نقول ليه فهي نقدرون نهضروا على حمولة نفسية جسدية فكرية وفلسفية هما مجموعة من الحمولات اللي أبغينا نقوله مجموعة من الأحاسيس اللي كتزومات الشخصية فهذا الرحلة جالا فبتالي الحمولة النفسية كتجلة أن كما قلوه السؤال سؤال المحير شكون هو الأب جالي كيفاش داير حقيقة وكما الشكل اللي رسمله أنا في المتخيل جالي أولا هو في شكل آخر الحمولة الفكرية هي هد فكرة الأب الغائب عن الوجود الحاضر في الشخصية في النفسية جال الشخصية وحمولة ثقافية أيضا وهي مجموعة من الأفكار مجموعة من الأحاسيس كتحولت كممثلة نعتي فيها ذاك شي اللي نقدر نعتي فيه فوق الخاشبال لأنه طبيعة الاشتغال مع أمين ناشور كتختلف على مجموعة من المخرجين اللي اسبقية اشتغلت معهم فهو كي حتى الممثلة في واحد الرهان اللي هو صعب كي حدد المسار جال الشخصية البداية والنهاية جالها وكي كلك نطلق كممثلة برني شنو تقدر تتير فد السياق اللي اللي حتيت باش من نخرجوش طبيعة حال على الإطار العام للشخصية والتصور عفوا لمصرحي اللي تحت من طرف المخرج مصرحية شطارة هي قصة ديال ثلاث نساء كل واحدة من المنطقة في العالم العربي أو القرى الإفريقية فكينا شاني اللي جاي من جنوب إفريقيا كينا أنا اللي جاي من الشرق وكينا ربيع اللي جاي من المغربية فكنت تجمعوه كاملين في حد الملجأ ملجأ لي هو موراء البحار يعني ذاك الحلم ديال العديد من الناس اللي كي بغوا يهربوه من من ظروف الصعبة اللي كيعيشو فكل واحدة جايبة معاناة ديالها كل واحدة جايبة قصة ديالها جايبة تاريخ جايبة عادات تقاليد شخصيات تركيبة شخصيات ديالها وكي تقاسبوه فهد الفوق الروكح أنا كنلعب شخصية تالية تالية هي المرأة الشرقية يعني أنا دور ديالي كنأدي في اللغة العربية الفصحة كنعرفوه أن المرأة الشرقية عنده واحدة طابعة خصوصية يعني تختلف نوعا ما عن طبيعة الحل على ممكن تركيبة ديال النساء في مناطق وحد أخرى اللي عاشت كنعرفوه المنطقة الشرقية كذلك عاشت وضعية صعبة جدا جدا يعني قبل سنوات قليلة وبالتالي المرأة تهيات أطرات شخصيات تالية عاشت فقدان عاشت حرمان عاشت تزويج القاصرات عاشت عاشت حب عاشت فراق عاشت بزاف الأحاسيس اللي كلهم كي تجمعوا في هذه الشخصية اللي كلعب ولي أنا شخصيا بحالي كان حسب راتي بحالي حسيت بهذه الشخصية كان حسب راتي بالصح أنا عارفة بأن كين بزاف النساء بحال طالية كينين بزاف وكان حاول ما أمكان أنني نجب دمان عندي كا قدس ونعطي لهذه الشخصية طالية باش تقدر توصل الجمهور ونتمنى أنها توصل الجمهور مصرحية شطرة إنتاج فرقة تيفسوين من العسيمة هي ثمرة مجهود عمل تقريبا 18 فنان وفنانة هو عمل مصرحي أنتج بشاركة مع المصرح الوطني محمد الخامس ويندرج هذا العرض الأول في إطار الدكرة الستينية لتأسيس المصرح الوطني محمد الخامس ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هيس براس ترجمة نانسي قنقر